اشتغل يالك اشتغل 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 بإيه اللي حدفوا علينا السعادي شكلك عملت مصيبة الوش ده هيعمل مصيبة باشا المستودع ده دخل التاريخ بتشريفة كلينا والله أهلاً 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 المنطقة كلها نورت يا أكرم باشا إزايك يا معلما انشراحي الحمد لله الحمد لله باشا أنا كنت معدي على الحتة قلت أسلم عليك تسلم من كل راضي ودي يا بضايا شوف الرجال يا بتوعي يشربوا إيه واقلم باشا يشرب إيه مالوش نزوم أنا بس جاي أتطمن عليكي واشوف أخبارك إيه في نعمة في نعمة يا باشا واللي في نعمة معلمة مش يصلها ولا يفتري عليها هو المواغذة يعني يا باشا في حاجة حصلت أنا معرفهش هو أنت ما تعرفيش ولا إيه انت عارف يا باشا أنا طول عمري ماشي في السليم أنا ماليش في الغلط وانت حافظني كويس لو في حاجة غلط حتلاقني مسكتها من رقابتها وجبتالك لحد عندك يا راية يا بضايا انت بتلعب من وراء معلمتك ولا إيه انت حتى يبعيب يا لها في ولية نعمتك ولحم كتافك في الخيرها وبتاكل من وراء عيش ولا انت نفسك جايباك تدوق العيش بتاع السجل وإيه العبارة يا باشا انت عتستعبت يا لها ولا إيه ولا تحب ضايفك عندي في الاسم ودوقك حاجات أحلى من العيش بتاع السجن ما تنورني أكرم بيه هو فيه حاجة خصلت أنا معرفاش وانت ما تعرفيش يا معلمة ان أبا ضايا رقد للودي اللي اسمه وحاربي وكان عايزي قتله عرفتي يا باشا وما سكدتش وغلوتك عندي جبتهم قدامي وصلحتهم على بعض وخدت وعد ان مفيش قلق تاني يعني إيه؟ انت اللي حتشيني مسؤوليتهم؟ أنا يا باشا بعوني اللي أتحمل مسؤولية الحتة كلها بس ترضى عننا أنا رقبتي ليك أنا هعمل خاطر المعلمة انشراح عشان ست جدعة وبمئة راجل زيك بس هو عتفتكر الموضوع عشان عدة المراتي تبقى فلتة من ايدي يا با ضايا أنا لبسك عشر تهم في غمضة عيني احترم نفسك ويمشي عيدل تمشي جنب الحيط يا يا با ضايا واقلا حفرومك فاهم؟ فاهم يا باشا سلام عليكم يا معلمة لا ماينفعش الله يا باشا زي ما تشرب حاجة ماينفعش دي زلوة سريعة ماينفعش ماينفعش عادة اكتر من كده عشان فيه حاجات غلط مش هقدر اسكت عليها حاجات ايه يا باشا دي انا في السليم الايال دي تحت السن يعني شغلها معاكي مش قانوني يا باشا ما انتعرف الظروف اهل الحد وبعدين الايال دي بتساعد اهلها في المعايش فقره وغلبه على قدهم وبعدين ما ضربتش حد على ايده وما جايين يشتغلوا هنا بمزاجه يبقى مش من مصلحة اي حد اللاجي هنا كتير دي انا مقدرش اشوف الغلط واسكت عليه حتى لو كان القصد منه خير وصلت وصلت يا باشا واي قلق انا بايدي حاجيبه من رقابته حطه تحت رجلك في المكتب عند حضرتك بس صرده عننا يا باشا كله هيباني يا معلمة كله هيباني باشا الف سلامة يا باشا الف سلامة المكان كله نور يا سيد الرجالة بيجي يشفط الهوى بتاع المكان غبوتك هي اللي جابته لحد عندنا ما كانش بيجي هنا عمل لنا قلق قلق خليت الحكومة تجلنا لحد مكاننا جرايئة معلمة بقى جرايئة بتنعرزيني كده ليه ما انت شايفة كلامه بيكوحي جبس في وشي دي مش نارازة يا ريتها نارازة يا تحذير الباشا جاي لحد عندنا يحذرنا تحب في الهايفة تصدر لكن الكلام اللي بجد ورشوان بيه اللي واكل حقي ومش عايز يديني فلوسي بتجيب ورا هات بكرة يا برنسيسا الايام والليالي والسنين تثبتلك ان انا الوحيد اللي واقف جنبك وقافل عليك جوا زخني قلبي حربي بص بص الله راح فيه الاجرام بيجري بدمهم ما عاشش جواهم ومحتاجين واحد زي عشان يقص قص ريشهم اول باول يا باشا محدش ويتولد مجرم هي بس ساعات الظروف اللي بتخلي الواحد يعمل حاجات غصبا عنه وبعدين ساعاتك مسمعتش الجملة اللي بتقول الكابت والد الانفجار خف علينا شوية يا باشا احنا مش محتاجين حاجة من الدنيا غل لقمانة كلها وهد ما نلبسها الله ده انت طلعت بتعرف تتكلم كويس اهو الدنيا بتعلم يا باشا والسجن بيعلم اكتر بس ساعاتك مقلت ليش يعني كنت عايزي فيها لا انا مش جايلك مش انت كنت لسه مانسنا طيب يا باشا طلبة بقى ساعاتك مش جايلي اشوف انا اكل عيشي السلام عليكم يلا بينا يا محمد اوارت يا باشا كان عايزك فيه مفيش كان بيشوف ازا كان ريشي طول ومحتاجت اساس ولا لسه بركة ها هتلاقي لو ما وصلنا على القهوة عمل حسب المعلمة ونيجي فرينا لا الساوة عليكم ادى احرج المسها معلمة بضايا يلا اندهل العيال خليهو بنزلوا البضاعة دي عشان تتمنها قولت يا قد انده مين العيال انتو اللي هتنزلوا البضاعة باديكو واللي على ايدك نجش الحين انت هو هو. ليه يعني? وفي نزام جديد ولا ايه? ايوة يا روح بابا في نزام جديد. هتركنوا انتو اللي اتنين على جنب. وتنزلوا البضاعة على جنب. وتركنوا العربية على جنب. انا بقى اعف على جنب الوحدي. واشوف انا هافرز مين فيكم. ما تزبط في كلامك يا بداية عالصبح بقى يا الله. خلاص يا زين خلاص. هو بداية كده لسان وزفر على طول. بطي الله يا انتو وهو. هتصوروا بعض ولا ايه? استفقوا يا صبت. مين دور? الرجالة راشوان بيه? راجل عنده مسابة كبيرة او في البلد. وبتعامل مع المعلمة من زمان. صباح الخير يا ستة كل. خطوة عزيزة يا اساس حنافي. يا عزي بطاري. معين زعلان منك واخد على خطر يا او. تمنع يبضعتك عننا ليه? عيب اول. العيب هو للبي بتاعك ابتدى بيه. قلوش نزوم الكلام. كتر الكلام يقل المعرفة. طلباتك. تفتحي مخزنك. وتدين ابضعتك من تاني الحلوة. حد يكره يبيع. بس قبل ما تحمل ادفع اللي عليك الاول. اسمعي الكلام يا معلمة. وانا وعدك ان الرشوان بيه هيهدى ويلين ويرضى عنك ويرديك. انا مش طالبة غردة ربنا. مش رضى بنقادمين. وان كنت هزس طولك وجايب كل الطم ده معاك عشان تقول البقين دول سمعت منهم كتير. بدأت ازهق. انا عند كلمتي. تدفع. تحمل. صعبة اوة يا معلمة اجل حد هنا. وارجع بالعربيات فاضية. قصدك ايه? قصدي يعني لو رجالتك تعبانين ومش قادرين يحملوا. رجالت انا بقى تخش المخزن وتحمل. وساعتها الحساب يجمع. يعني هتحمل العربيات بتاعتك بالشقاوة. غصبانية يعني. غصبانية مش غصبانية. انا قل. طالما جيت. العربيات لازم ترجع مليانا. يا حلوة. طيب ما تقول كده يا رجل من اول ما جيت. ده نعناية اللي اتنين ليك. مانا حلوة. ابا ضايا. شكلي الدايق. مش وانا عايش يا برنسيلسا. اشتازح انا فيه. صلي على النبي كده ونتفاهم بالهداوة. تثبت مكانك وارجع. ولو اي حد من رجالتك قرب حخلص عليه. مطوتك. مش قلتلك ما تشميش دماغك. ولاش تقولي كلام انت مش قده يا حلوة. يلا رجالة خشوا المخزن. عايزكم اتفضوه. مش عايز اشايا. عالبركة. اسبت مكانك وارموا اللي في لامامهم حواليك دول. يركبوا العربيات ويقوروا في ستين دقائق. ولو حد منهم هوق بنا تاني. هيبقى اخر يوم في عمره. بيت. يلا اقول ما تكسيفش. باشي. ماشا يا اخويا. يلا رجالة. خدوا العربيات وامشوا. يلا. يا الله يا اخويا منك لي عشان هنرش معايا يلا. وانت يا حلوة يا بوش سامح انت. اتكل معاهم عشان انا اخل ايدي. غور. زين. معاهم انت ورجالتنا. وتأكد ان الكاتاكيت سابوا المنطقة خالص وارجع بلاجني. يا سلام. عيني. يا الله يا اخويا منك. اسأل امك ويطرد عليك. انت كده فتحت على نفسك باب جوهنم. انا لو منكو اخافوا ترعب. احنا ما من كبش غير من اللي خلاني يا حبيبي. هيا معلمة انت وشوك بقى. تحبي عملي كيف اللي فاندي ده. اعزة الصح يا معلمة. احنا نقطع رقبته. ونبعدها الرشوان بايه. عشان يعرف ان البريتسيسا ورع رجالة. النبي لا تقفل ما دليا اللي في ايدك دي حسن تعورة. وانا بخاف عليك تخر دم. رأيك ايه يا حبي. والله معلمة انا رأيي ان يسيبه وحصر رجالته. ويبلغ اللي مشغلينه ان لو حد فيهم هوب هنا تاني. هنرجعه لهم رابعة. ده نفسي رأيي برضه يا معلمة. القول قولك يا حرب. اسمح هقولك ايه. تروح لرشوان بايه. تقوله حقي يبقى عندي. لو ما جليش هروح بنفسي اخد حقي. ومش هاخد على قفاة زيك. وما تنساش تقوله اهم حاجة. ان انا حلو اه. ماشي. حبلغه حلو. يلا زوء. يلا زوء يا خفيف. اركب. يلا يا ابني. يلا. خلعوا يا عيلي وهم بلينه دمهم من خوف. بس وقفتك اما عيل كده انا درجاي على الاول منطقة. يمكن يشور عقلهم يرجعوا تاني. عفارم عليك يا زيني. باقولك ايه انت تعمل ايه بالمسدس ده? المسدس ده? انشيله عم حاربي. يمكن ينفع في وقت عوزة. ربنا ما يحوجنا ليه يا عم? باقولك ايه? ادي الوقت بركة يشيله هو بمعرفته. احنا مش عقلين زيه. ماشي يا صاحب. مش كنت سبتين يا برنسيسة غب عليهم واحد واحد. خلص شغلك الاول وبعدين غب براحتك. باشي. يلا نجرق اشلحف انت هو. عايزين نشوف البضاعة دي مسروعة من انزة اقنو. البضاعة بتاعة زينيو حربي انا اللي احفزها بنفسي. بايدايا. خليك انت في البضاعة بتاعة الصبيان الصغيرين. اللي على مااسك. كده غلط. اكبر غلط. زين قرب لي العربية هنا قدام المكتب. عايز اجرد البضاعة براحتي. تحت امرك يا سيت الكل. تسلم لي يا حربي. راجل يا واد من ظهر راجل. واخدمك برقابتي يا معلمة. جامج يا واد قوي انت. مبتخافش. لا بخاف طبعا. ويكوني فاكرة معلمة ان الرجال اللي انت الامام حواليك يدول وبيقولوا ان هما ياكلوا الزلط وما بيخافوش صدقين. لان اللي يقول انه ما بيخافش بيبقى أكثر واحد جبان. واللي بيقول انه بيخاف. بيبقى عادي. قلبه حديد. راجل بجد. عارفه ورايح في ايد وجاي منين. بيخطط ويدبر مزموط. بعدين ما هو المثل اقلي معلمة يعني. ما نخاف سلم. ولا انا بتكلم غلط لما اوزك. السجن غيرك يا واد حربي. خلاك تقول كلام كبير وزي اللي بجد. تعلمت انك حيات كتيرة معلمة. مش مهم انك تتعلم. المهم انك تنفذ اللي تعلمته. وانا جاهز. ومن ايدك دي ليدك دي. اطلبي باني اي حاجة وشوفيني هقدر انفذ ولا لا. استعجلش على رزقك. ورق. مش يمكن يجي يوم مجربك فيه. ساعتها عمرك ما تندمي. ولحد ما يجي اليوم ده انا تحت الامر والطلق.